رزء السيب يعلم النيس الحرام هذا المثل اللبناني ينطبق فعلا على ما يحصل في مدينة البترون بحيث ابتكر بعض الأشخاص تقنية لافتة وجديدة لجر المياه من مكان إلى آخر من أحدى الأبار الارتوازية في المنطقة وهي مد القصاطل على أعمدات الكهرباء إلى جانب خطوط الاشتراك بالمولدات الكهربائية هذه المخالفة البلغة الخطورة استنكرها الأهالي من عمود كهرباء لعمود كهرباء لعمود كهرباء عمليات إلغاء قصاطل المياه عن أعمدات الكهرباء أتت بعدما علم المخالف أن وسائل الأعلام حصلت على صور تبرز مخالفته ولكن السيدة المتضررة تحدثت عن ضرر آخر يتسبب به مستثمر هذه البئر الارتوازية صحيح أن البئر الارتوازية التي تباع مياهها موجودة في عقار خاص إلا أنه بحسب القانون الأبار الجوفية تابعة للدولة وهي أن الأملاك العامة ولا يسمح باستخراج المياه منها إلا وفق ترخيص رسمي ومن المعلوم أن ترخيص بيع المياه أوقفتها وزارة الطاقة منذ سنوات وقد علمنا أن الإفادة العقارية التي برزها المستثمر تتضمن أرضا وضمنها مشتل نصوب زيتون وتحتها بئر مياه ولا يعني ذلك بالقانون أنه يسمح له بجر المياه من هذه البئر في تأثير كثير عنها بموضوع شبكة المياه للشرب نحن أبداً ما نسمح بهذا الشيء أبداً وصحابة الشكوى هي بتعرفها الشيء يمكن كان في تأثير شوي لأنه بعضنا ورشنا كثير كبيرة هذه الصيفية بس كون أكيد أنه رح نعلجوا بأقرب بوقتها الجمعة الله راد ما نحط ضوابط شروط على هذا المستثمر سوى بدنا نوافق بين اتنين إذا كانت مشكلة شح المياه علمت بعضهم الأساليب غير القانونية فهناك مناطق أخرى كثيرة في لبنان تعاني من المشكلة ذاتها والمعنيون يعلمون لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود فالحقائب الوزارية هي الآن أبدا وأولى من هموم الناس